مين اللعيب اللي لما خرج في موضوع الروتيشن من نص الملعب حسيت ان في خلل في نص الملعب لا خلينا والقصة برضو او كولر بيعتمد على الثلاثة السلاسية الامامية التمركز وليس المركز الفرق بينهم سريعا المركز لنا اه لعيب رقم 6 تفندر 2-8 كلام ده كل لكن التمركز بناء على وضعية الكورة في الملعب اقرب لعيب لها بيمثل المركز اللي موجود فيها الكورة يعني سيه مثلا مروان عطية فمرحلة البناء بيقوم رقم 6 لو يتقدم بالكورة وعمل بور كيرينج او يجري بالكورة ويمشي بالكورة مين بيغطي مكانه ديانج فالكورة لو اتقطعت هنا يبقى مروان عطية في الجزئية دي هو بيقوم بأدوار رقم 8 نفس الكلام الجابها اليسر او الجاب او التمانية الشمال اللي هو امام عشور زي افشة تختلف امتى لو انا بدأت بأفشة رقم 8 بيقوم بنفس الادوار الامام عشور بيقوم به احترام الكامل الافشة ما عندوش شرصة الضغط لما يكونها بإطاعها ما عندوش حتة الواجبات الدفعية او يغطي الظهير لما يتقدم مش بيقدر يربط زي جودة امام عشور ما بين الظهير والجناعة سأنا أقول لك ان في المتشاط اللي فاتت اللي نزل فيها افشة بديل اللي نزل فيها افشة بديل وجدنا فيها تحول كام لصالح ادلنا دي الاهل قدام فرق متكتلة دفعيا او منظمة دفعيا ان افشة جودته بتظهر بالفيجين بتاب رؤيته كرقم عشرة لعيب حر ما تأيدوش بمركز ما تطلبش منه ادوار كتيرة هو اعتاد على ذلك مش بقلل من امته مع كامل احترام يتأديل ليه انا بس بكال هيدو الجداحي لك حتى حتى قلت ايه لما نزل افشة لكن لما بتبدأ سيب بلعيب ديانج مثلا وكده ديانج عليه بعض الاخطاء ان انت بتديله ادوار هو اعتاد عليها من اخر السنة اللي فاتت لكن بتظهر مشاكل لها ان انا التمانية المتقدم اللي بيقدر يديك الجناح العكسي او يقدر يضم العمق الملعب وشوفناك منطقة الجزاء فاكتر من الحالة يعني نفس الجزاء دي كانت محمدي فتح لكن النقطة اللي بقول لها حياتك عليها مش بيضمان قوي او ما بانتش سلبياتة محمدي فتحي ان محمدي فتح عنده حتة اختراك المساحة حتة الرؤية حتة الدزديد من خارج مميز بضربات الرأس في نفس الوقت بيلعب السهل الممتنع ديانج ممكن بيعيبه الاخير بتعلمالها بزحيتك تفضلت قلت بيبتدي يفكر كذا تفكير فالكورة بتلاقي علي يعني بتتقطع منه فانت الافكار بتبقى فكرة كولر لكن الجودة نفسها مش بتباني